أعزائي المتابعين مرحبا بكم أنا اسمي محمد من قناة خبايا اليوم سنتحدث عن أبرز كتب علم النفس والتي بالتأكيد ستغير حياتك للأفضل وستجعلك تقرأ الشخص الذي أمامك كأنه كتاب مفتوح المهم في البداية أتمنى أن تتابعوني في صفحتي على الفيسبوك والانستغرام ولا تنسوا تفعيل زر الجرس والإعجاب ونشر الفيديو إذا أعجبكم طبعا ولنبدأ أولا كتاب أسس علم النفس هذا الكتاب للدكتور إبراهيم عبدالسطار وهو من إصدار سلسلة عالم المعرفة ويعتبر من أهم كتب علم النفس التي تخاطب المبتدئين وغير المتخصصين في هذا المجال حيث يتناول الكتاب أسس علم النفس ومناعجه المتعددة والنظريات وهذا العلم حسب ما وضعه علماء هذا المجال إلى جانب تناول أهم السلوكيات الاجتماعية والنفسية التي نمارسها بشكل يومي والكتاب يمتاز بأنه مبسط وبأسلوب ممتع وغير ممل ثانيا كتاب الخجل هذا الكتاب هو من إصدار سلسلة عالم المعرفة وهو من الكتب المميزة للغاية في هذا المجال حيث يمتاز كاتبه ومؤلفه بأسلوب مبهر ورائع وقد تناول صفة الخجل الإنساني وعلاقتها بالعوامل الوراثية والبيئية والكتاب مترجم إلى العربية في أسلوب رشيق واحترافي ثالثا كتاب الصداقة من منظور علم النفس يتناول مؤلف الكتاب الدكتور أسامة أبو سريع السلوكيات اليومية التي ترتبط بالإنسان المعاصر خاصة قيمة الصداقة ومنظورها من خلال مجال علم النفس إلى جانب توضيح علاقة علم النفس بجميع السلوكيات والظواهر الإنسانية في جميع التقافات ومن ضمنها الصداقة بطبيعة الحال رابعا كتاب سيكولوجية اللعب هذا الكتاب يشرح نظريات نفسية تعتمد على العلاج من خلال اللعب حيث تناولت الكاتبة سوزانا ميلر مؤلفة الكتاب النظريات والفروق الفردية التي تتناول أهمية اللعب في نفسية الإنسان والقضاء على الأمراض النفسية من خلال اللعب والكتاب مبدع من حيث الأسلوب والترجمة ومن إصدار سلسلة عالم المعرفة خامسا كتاب الإدمان مظاهره وعلاجه هذا الكتاب هو من تأليف الدكتور عادل الدمرداش ويتناول بشكل رائع ظاهرة الإدمان وأهم المصطلحات التي ارتبطت بتلك الظاهرة وأهم الطرق العلاجية وذلك بشكل مبسط ورائع يجذب القارئ من البداية إلى النهاية ويقنعه بخطورة هذه الظاهرة وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على تلك الظاهرة فهو كتاب يتناول موضوع حسس وهم من الناحية النفسية والاجتماعية سادسا كتاب أشهر خمسون خرافة في علم النفس يعتبر هذا الكتاب الشيق هو من أهم الكتب المترجمة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة حيث يتناول أشهر خمسون خرافة منتشرة حول العالم التي انتشرت خلال السنوات الماضية وأصبحت من الحقائق المسلم بها والتي ينسفها هذا الكتاب من الأساس بطريقة علمية مبسطة ومنطقية ومحببة من حيث الأسلوب من النظريات والخرافات على سبيل المثال التي تناولها هذا الكتاب أن مخ الإنسان لا يعمل إلا بقدرات محدودة وأننا نستغل حوالي 10% من قدرات دماغنا سابعا وأخيرا كتاب الإنسان وعلم النفس هو أيضا للدكتور عبد ستار إبراهيم وقد صدر عن سلسلة عالم المعرفة أيضا هذا الكتاب يلقي الضوء على شرح مبسط لنظريات مجال علم النفس وأهم المدارس العلمية التي ظهرت خلال السنوات السابقة في هذا المجال كما تناول الدكتور عبد ستار تأثير الجهاز العصبي على سلوكيات الإنسان وردود أفعاله اليومية ويمتاز الكتاب برشاقة القلم وعدوبة الأسلوب وبساطة التعريفات هو كتاب يمكن قراءته وفهمه بسهولة وبالرغم من تناول نظريات نفسية صعبة كانت هذه باقة ممتعة من كتب علم النفس لكنها بالطبع ليست الوحيدة فهناك العشرات من الكتب التي لم نتناولها في هذه الحلقة وقد تكون شيقة ورائعة بالنسبة للمبتدئين في مجال علم النفس في النهاية أتمنى أن تشاركون آراءكم في التعليقات حول أي من الكتب التي قرأتموها والكتب التي أعجبتكم وأيضا أتمنى أن تشاركوا في قناة الثانية لتجدون رابطها في أول تعليق وشكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة